فصلت محكمة الجنايات بغردايا في الحكم المستنفي لديها بإستارها حكما بالإعدام وعقوبات بعشر سنوات سجن النافذة في حق سبعة أشخاص بتهمة التجسس وأصدرت المحكمة حكما بالإعدام في حق المتهم الرئيسي من جنسية ليبيرية ولبنانية الأصل بتهمة التجسس لصالح قوة أجنبية وهي الكيان الصهيوني وتكوين جماعة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المساس بأمن الجزائر وتهديدها ويحمل المتهمون الست الآخرون جنسيات أفريقية مختلفة حيث تمت إدانتهم بعشر سنوات سجن النافذة لكل واحد منهم على نفس التهم وكذا دفع غرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري للخزينة العمومية